كاميرا التلفزيون نقلت فرحة الطلاب وأسرهم وكان اللقاء مع بعض الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية الواحد حقيقة ما كانتش متوقع عند إذا يحصل أو إنه ممكن يوصل الأولى الجمهورية كنت مفكر أكيد لو أنا مفرود أبزل كل حاجة عشان أجيب مجمع علي بس ما توقعتش أن يكون الأولى على الجمهورية يعني الموضوع كان مفجأة كبيرة للآن مش مصابة بشكل كامل أصلا فرحانة جدا طبعا لأن النجاح حاجة جميلة توفيه ربنا وكرمه يعني حاجة لا توصف وربنا وعمره ما بيضيع تعب حد أنت دايما مطالب بالسعر بالنسبة للنتيجة فأنا عرفتها من مطالب الصحفي كنت بنشوف الترتيب الأوائل يعني فاتفجأت جدا لما لقيت نفسي آخر اسمي في البتاع 399 ولقيت صورتي ولقيت اسمي فاستغربت بس الحمد لله حمد لله يعني والبيت تقلب بقى من ساعتها وصغرت في كل حتة يعني الحمد لله عرفت النتيجة بأن أنا في صفحة الوزارة على الفيسبوك نزله فيديو الساعة 10 صباحا سمعت الفيديو وشفت نسب النجاح عشان أعرف أحدد التنسيق هيبقى عامل إزاي وقارنه بالعام الماضي ولما جات الشريحة بتاعة أوائل علم علوم لقيت صورتي موجودة ولقيت اسمي والحمد لله كانت فرحة شديدة يعني الحمد لله ما كانتش متوقعة اشتركوا في القناة